مركز حماية ضحايا الاتجار بالبشر دار الكرامة الذي يعمل على معالجة الضحايا وتمكنهم في المجتمع يمثل منهجية تتيح لهم الارتقاء فيه واسترجاع كرامتهم المركز افتتح اليوم في وسط العاصم عمان نتابع هذا التقرير أهداف عديدة تدفع عصابات الاتجار بالبشر أن يرتكبوا مثل هذه الجريمة فالأول والأساسي منها هو الربح المادية بعدة طرق بشعة مختلفة مثل خطف الضحية وتهديدها أو خداعها والاحتيال عليها مقابل مبالغ مالية باهضة تستهدف الفقراء والمساكين في المجتمع لسهولة إقناعهم بهذه الجريمة وإغرائهم بتلك الأموال حيث بلغت نسبة الفئة العمرية المتأثرة في الأردن من عمر عام إلى ثمانية عشر عاما بواقع ستة في المائة ومن ثمانية عشر عاما وأكثر وصلت إلى أربعة وتسعين في المائة وفي هذا الصدد افتتحت اليوم وزارة التنمية الاجتماعية مركز دار الكرامة لحماية وإيواء ضحايا الإتجار بالبشر هذه الدار تعنى بقضايا إنسانية وأخلاقية وحقوقية والتي نحن حريصين في الأردن على إعلاءها لأننا نعتقد أن المسيرة الإصلاحية التي ينادي بها جلالة الملك لا تكتمل إلا باكتمال كل عناصرها وهذه من أهم العناصر التي تعلق برعاية البشر سواء كان بمنع الاتجار بهم أو حمايتهم خوفا من التعرض لأي انتهاكات تتعلق بحقوقهم دار الكرامة جهزت بقدرة استعابية وصلت إلى 35 شخصا لتقوم بأعداد برامج التعافي الجسدي والنفسي وذلك من خلال منظومة الخدمات المتكاملة وتعزيز وبناء ثقافة الوعي بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بمكافحة هذه الجريمة وتأهيل وتدريب العاملين في المركز وذلك للتعامل بمهنية وحيرفية بضحايا الاتجار في حال وصول الضحية إلى دار كرامة يتم استقباله وتزويده بحقيبة كرامة التي يكون متواجد فيها جميع مستلزمات المنتفع ومن ثم الحاقه بعدة برامج نحن في وحدة مكافحة تجار بشر في إدارة البحث الجناي تابع المدينة الأمن العام هناك تواصل دائم مع مركز كرامة لضحايا الاتجار بالبشر هذا التعاون دائم وثيق من خلاله يتم استقبال ضحايا الاتجار في هذا المركز ضحايا الاتجار من مختلف الجنسيات مواكبة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وانتهاكها والاعتداء عليها هي من أهداف جميع الدول النامية فالاتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمخلية وبالنظر إلى تعقيدات هذه المشكلة يجب وضع قوانين رادعة لإيقاف هذا المشروع الإجرامي العالمي الذي يدر سنويا على التجار أرباحا بالغة غير مشروعة تسرق من الضحايا كرامتها واستقلاليتها ترجمة نانسي قنقر